اشتركوا في القناة والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجلي سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وكأس العيد الوطني المجيد برعاية من وزارة شؤون الإعلام وذلك على مضمار سباق نادي بمنطقة الرفة بالصخير وتابع سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة منافسات سباق الخيل الرئيسي ومنافسات السباق العربي لذوي الإعاقة والتقى سموهما بالفرسان والمشاركين من ملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ثم قام سموهما بتتويج الفائزين في السباق حيث تم تقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر ألن سميث وكأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر بول سميث وكأس الشوط الثالث إلى مساعد مدير سطبل سافر الانتاج حسن حاجي وكأس الشوط الرابع إلى المضمر ألن سميث وكأس الشوط الخامس إلى المالك نبيل داد الله وكأس الشوط السابق إلى المضمر ألن سميث فيما قام السيد علي محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى سموه الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة ثم قام الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة بتتويج المشاركين في السباق العربي لذوي الإعاقة وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نيب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لاتحاد البحريني لذوي الإعاقة بمستويات كبيرة التي قدمها الفرسان في أشواط السباق التي عكست تحضيراتهم القوية والمجهود الواضح للمشاركة والتي أسفرت عن المنافسة بينهم في الأمتار الأخيرة كما وأشاد سموه بالعطاء الكبير من الفرسان في الشوط السباق ذوي الإعاقة والذين عكس ما يتمتعون به من طاقات وقدرات واضحة قد نجحوا في توظيفها بالصورة المتميزة التي أظهرت المنافسات القوية بينهم مثمنا سموه في الوقت ذاته مشاركة الفرسان مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين بمنافسات سباق ذوي الإعاقة والذي منح السباق التميزة والنجاح وأكد سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الجهود مستمرة في دعم رياضة الفرسية وسباق الخيل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمحافظة على هذه الرياضة الأصيلة مضيفا سموه أن نادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة قد وضع البرامج والخطط الهادفة لتطوير مستويات الفرسان والنهوضي بهذه اللعبة وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء نادي راشد الفروسية وسباق الخيل على جهودهم المذولة في سبيل مواصلة ارتقاء بهذه الرياضة شاكرا سموه جميع الملاك ومثلي الاسطبلات على مشاركتهم في هذا السباق مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود المتميزة لوسائل الإعلام المحلية المختلفة لنقل هذا التجمع الرياضي المميز شكرا سباق الفروسية كاس اسمو الشيخ خالد بن حمد لذوي الإعاقة العربي الثالث إنجاز كبير للبحرين والرياضة البحرينية والرياضة العربية وأمانة فرصة طيبة مثل ما عوادنا سموه الشيخ خالد إنه يضم دوي الإعاقة مع الأخوان من النسوياء وشفنا فرحاتهم وهذه أكبر مكسب وأن يوم إحنا شاركنا الثاني في هذه البطولة إن شاء الله أنا بايبعاد يعني بايبعنا أنا بطولة وأطلاع أنا أوكي أوكي خيل بس أبستعد في من أنا أنا أفوس أوفعنا أنا وراس وراسنا سمنا إن شاء الله لتنملك السنة هذه إن شاء الله جايين إحنا بقوة إن شاء الله المهم أنه نشوفنا الطير الجر الطيبة والمهم أن نكون أخوة المهم ما بهمنا الفوز ولا الخسارة المهم أنه إحنا نشارك